طيب مودست خلاص دخل مع الفرقة النادي الاهلي وسافر كمان معاهم السعودية النهاردة عشان مواجهة السوبة الافريقي وشكله كده يا جماعة الراجل لطيف طيب دمه خفيف هيعرف يخش مع الفرقة بسرعة والصور اللي جات النهاردة كلها انه لعبت النادي الاهلي كمان استقبله استقبال رائع جدا تعال اقول لك كل التفاصيل في يوم مودست الاول مع النادي الاهلي كل التفاصيل لكنك كنت معاهم يعني يالله بينا هاتيجي ايه شفت الحركة دي هالواء الحركة دي مارس الكلام مدارب الاهلي راحب بشدة باللعب وتحدث معه علناتا امام جميع اللاعبين وقال له الاهلي نادي كبير والافضل في افريقيا والعب دوما على البطولات الفريق ذاهب الى كأس العالم ويفكر في الفوز باللقب انت لاعم مهم واتمنى تركز وتفيد الفريق او النادي وواصف في قدراتك ولاعب الاهلي رائعين وبيحبوا بعض وبيساعدوا بعض جدا وهتشوف ده بنفسك وزي ما قلتلك ده نادي بمواصفات عالمية محمد الشناوي بصفته كابتن الفريق استحب مودست لتعريفه بباقي زملائه محمود كهربا كان اكتر لاعب هزر يعني مع مودست اتحدث معه وادعابه كثيرا وقام باحضار المترجم عشان يترجم له لقب كهربا قال له قول له يعني ايه كهربا بالفرنساوي او بالفرنساوي اه عشان هو فرنساوي مش الماني عشان هو مكتوب هنا بالالماني هو فرنساوي كما طلب كهربا من مودست ان يقوم بتعليمه هو طلب من مودست ان هو يكون بتعليمه الالمانية والفرنسية على ان يعلمه كهربا كلمات عربية كهربا قام بتعليمه طريقة احتفاله بالاهداف فين طريقة بتاعة كهرباء اللي بيحتفل بيها بالاهداف من اجل الاحتفال بيها وقت التسجيل يا طرح يحتفل زي كهرباء ولا يحتفل الاحتفال بتاعه وانا ما عادت دور على اهدافه الراجل ده بيحتفل كذا احتفال يعملوش احتفال مميز خاص يعني موديست اعرب عن ساعاته بالاجواء والروح في الاهله واشهد كثيرا بغرف ملابس الفريق في ملعب مختار التيتش والاجهزة الحديثة التي يستخدمها الفريق فيها التدريبات وتم تسليم اللاعب الدولاب الخاص به اللي زنالة اعجابه لعب الاهلي وعده موديست بيطلعه على ابرز الاكلات المصرية وخصوصا الكشر يقول له هنأكل الكشر يعني واكدوله انه بعد العودة من راحة السعودية هيتم تجهيز وعزومة لي يعني هيكون فيها اكلات المصرية زي ما نشاهفين الصورة حلوة اوي حلوة اوي الروح دي اللي عيب يكون لسه داخل وكل المعلومات اللي بتجدنا انه الراجل دوت اهم حاجة يتعامل معنويا بشكل كويس وهو بيدي بشكل كويس لما يتعامل معنويا فواضح انه لعيب تلاقي كمان فرحانة به الجهاز الادالي اللعب ابلغه انه خلال معسكرات الفريق وقبل المباريات سيكون معه في الغرفة احد الصوري اليو ديانج وطاهر محمد طاهر وذلك لايجاتهما اللغة الفرنسية يعني هيقعد مع ديانج عشان بيكلم فرنساو كويس او مع طاهر محمد طاهر اللي بيعرف برضو يتكلم فرنساو كويس لدار الملايب النادي الالي عقدت جلسة مع اللاعب ووكيله وحصل على راكم الحساب الخاص به من اجل تحويل مستحقاته الملايب والتي ستكون بدايتها بمقدم عقده الاس احصل عليه بعد العودة من رحلة السعودية كل التفاصيل بص انا مخليك عايش النهاردة مع مودست مع النادي الالي كل التفاصيل صغيرة او كبيرة لكنك معي طيب ليه الاهتمام بصفقة مودست جدا يعني انت ممكن تقول تتفاكي اللقتي عليها تقول لي كريم هو ليه الاعلام كله عما ليتكلم على مودست ومبارح والنهاردة واول وليه يعني انتو مكبرين الموضوع ليه ليه كذا سبب عشان بس اقولك احنا كاعلام بنتعمل ازاي اول حاجة انه كلنا كلنا كاعلاميين وكجماهير وكل الناس مستنية مين مهاجم النادي الاهل المنتظر الاهل بقالوا اكتر من سنة ونص بيدور على مهاجم اجنبي فاحنا كنا كلنا مستنين بفراغ الصبر حد ما ظهر المهاجم المنتظر المهاجم ده نفسه اثار جدل في قصة العمر والسن واداءه في اخر موسم وتفاصيل كثيرة فاصبح ايضا مادة اعلامية تالت حاجة ودي الاهم احنا جاينا لاعب اوروبي كبير لاعب اوروبي كبير في الدوري المصري مش بس مع النادي الاهلي لاعب لاعب البونزليجا في الدوري الالماني لاعب مع فريق بروسيا دورتموند واحد من اقوى الفرق في الدوري الالماني ولاعب مع كلهم برضو واحد من الفرق الاقوياء في المانيا لاعب مع فرق فرنسية كبيرة لاعب مع نادي بلاك بيرن روفرز في الدول الانجليزي يعني لاعب تيل يعني لاعب تيل فطبيعا الاهتمام به هيو مختلف عن اي لاعب اخر طيب مودست في اول تعليق لي على انضمامه لي النادي الاهلي قال كلام حلو وعاطفي جدا تعال اقول لك الايه مودست قال ممتن وسعيد ومتحمس لشرف ارتداء قميص النادي الاهلي نادي القرن فخور لأستكشف بكل تواضع واحترام الثقافة التي ستسريني رياضيا وانسانيا وروحيا اعتقد بانني سأطور من نفسي في القارة الافريقية قال كمان اول عقد احترافي وهدف ليه بدأ مع نادي نيس الفرنسي والخبرة التي ستسابتها خلال 16 عام الماضية تأخذني الاراضي المصرية في نادي القرن العظيم الاهلي ستنا بدأت معا الان شكرا لجميع النادي الاهلي على الترحيب الدافئ لا استطع الانتظار حد بداية اللعب سأفعل كل ما في اسعي لارد ذلك اليكم هو مع نادي نيس قال انه نيس كمان شعاره من نسر بدأت فيه وبختم مع الاهلي اللي هو ايضا شعاره من نسر قال كمان الى مدربي الجديد الذي عرف كيف يقنعني ويجعلني اؤمن بكل شيء بالنادي اللي هو مرس الكولر اتطلع للمقابلة والتعلم والتواصل مع زملائي بالفريق واشكر وكيلي لدعمه لي مرارا بعدما وجد المشروع ملائما لدوافعي